طبعا لا صوت يعلق غير صوت المنديال وبصراحة يعني طبعا كل الناس تابعت التنظيم والاحتفال الرائع في بداية المنديال في زل طبعا الظروف الصعبة اللي بيمر بها العالم كله صورة مشرفة جدا جدا لمصر في زل يعني جائحة كورونا يعني قامت هذا الحدث العالمي في مصر وكمان حضور فقامت الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل الافتتاح كان ليه امر رائع يعني بيدي رسالة مهمة جدا جدا للعالم عن مصر وعن مكانة مصر وعن عظمة مصر وكمان القدرة في التغلب على الصعاب والتحديات بصراحة تنظيم كان اكتر من رائع كمان بداية الاهتمام الشعبي كلنا بنتابع المنديال بنتابع كمان فرقتنا وخليني اقف كمان على يمكن الكلمة الصغيرة اللي قالها فقامت الرئيس عبدالفتاح السيسي انه كلنا بنمر بتحديات العالم بيمر بتحديات كبيرة جدا وكل رحلة البشر بتمر بتحديات ولكن مصر دائما تقف امام التحديات بشكل اكتر من رائع النهاردة بيتكلم عن تحديات كتيرة جدا الحدث العلامي الوحيد في العالم دلوقتي على المستوى الرياضة هو موجود في مصر دائما عندها الارادة وعندها الاسرار انها بتبعت كمان رسائل للعالم ومن خلال الرسائل دي كمان يسهم في بعض كمان الصور الناس بتقول اه ما فيش جماهير ما فيش اهتمام لكن انا بقولك الصحافة العالمية مهتمة جدا جدا بهذا الحدث العظيم النهاردة شفت يعني وانا يعني في بعض الصحف الالمانية والمجلات الالمانية صور لعيبة المانيا بجانب الاهرامات لعيبة اليابان على الشواطئ فعايزين نقول كمان غير الحدث المهم على المستوى الرياضة لكن كمان حدث بيثبت ان مصر قادرة على تنظيم تنظيم اكتر من رائع وبطولة كبيرة جدا بحجم بطولة كاس العالم في ذل الظروف اللي احنا بنمر بيها